نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع أجهزة كهربائية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية يأتي ذلك تنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية لتوزيع أجهزة كهربائية على 15 أسر من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية الفعالية شهدت كذلك توصيل المياه إلى عدد من المنازل بالقرية مع توزيع عدد كبير من صناديق المواد الغذائية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف نزع كمية شنط كبيرة في الفردان على الناس الأولى بالرعاية والاشتراك مع التحالف الوطني ويأتي دعم تلك الفئات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم التحالف الوطني يواصل تقديم الدعم وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به بهدف تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الأسر الفقيرة مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 20-30